صباح الورد صباح الفل صباح الاسمي ان شاء الله نهاركم من اسعد لي الميت يا ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي نهاير زيد معايا هيكا من الصباح حصيله اليوم نهاير شتوي نهاير شتوي رجلي في الدار صغاري في الدار اكا وقلت هيكا خليني هيكا اندللها ومش شوية ما نشبش نقضي برشاء نهاير نخليه فارغ هيكا نعملهم حاجة حلوة نركشو مبعضنا وكهو حاصيله اول حاجة عملتها حطيت مش نعمل بخور حطيتك انتقسكا محليه ديما الصباح يصبح بارد اه نعمل هيكا تبخيرة بشك ناخو منها طاقة خطي نحس في روحي كا اه فاش اللي عرفتوها نحس البخور وريحتو اللي هو يعطيوني طاقة كبيرة من عرش اه يعطيوني جاو في الدار حاصيله هكا مره كدمت هيكا متشجع نعملو الصباح برغم والله نعرف اللي هو يقلقني معناه ما هوش ما هوش ما في شي منفع بالنسبة لي بالعكس قلق بالنسبة لي ما فاني الله غالب مدبنا علي خاصة كدني تبدأ بيرتك اكاول هدي حطيت اه مش نعمل اه قاوتي عملتها بال اه بالموس هوك نبدل كل مرة نعمل اه نوع وش نحضر جداء قاوية صغاري شوفو كده بخيرة والقيوة بصراحة هيكا محلية الاجواء الاجواء هذي ما تراهيش كي تبدأ الدنيا سخونة تبدأ اصلا صبحتا في قامتك بالسيف حطيت الولادي مكا الوحدة هي كابتشين وبنك هاتي شوكولاتة حاصيل وعجبتها معا للاخر في العادة سلمة كيشربوا ابيض سلمة زيتا شوي اناس منشربش لاحليب ما يحبوش اوكب هذيك ابركك عجبته يقول لي ما صب لي كسه معا بي املت كعبة اعظمة عندي هذوكم في طاير حطيت اخر كعبة من المقروض اخر كعبة هكوبة من المقروض اللي جابته لي بودور خبيته بقولت هكا دي شبح لي اا اا ما اكل شي ينذوق هولها يا اخي حطيته هكا بش يقدر اكا والهني لبنت اا صغارة احفي بنادي عليهم هم مشاو يتفقدوا في المشاو يتفقدوا في الفولة متاحهم وبدأت تطلع والله ضحكتني ضحكتني سلمة اي مسوا نقولوا عملنا فيه عملنا فيه الفولة زرعناها نهار نهار لحد فازت نهار رسلين السباح تتفقد فيه مشت تجري 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 للتراس قتلي بش نشوف الفولة اا كيف طلعت وقال لا لا جيت عادت تقول يما يا راهي ما طلعتش الفولة والله ضحكتني والله برقة متاع الصغار اقسم بالله ربي يحفظها مبر هي الفولة صحيحة تحس هكا معناها عادة يفدوا منها برشا يعني اقول لك شنو هالفولة في اللاخ الاني بش نزرحها مش ولدي اما هي تحس هت معناها تعلم الصغير كلا نبتة بمثال انا زادة حت ماشي في بالو زادة بش تزرع الفولة اليوم ودوة تطلع لك بدت نفسل وقتلوله راهي فما ما راحل تتعدى بها وراهي تحبلها على اقل جمعة ولجمعتين مش هي تطلع بالباهي او كيف يفهم بها عسل ما تستنى قتلي اما اعمالي حتيني فولة زرحي لي بش نمشي ناخدلها محبس وردي ونعمللها فولة لاني قمتت خصلت اللي البعود راجلي جابي جايجا قالي اليوم عملنا كسكسي باللاب جايج يعني يقولوا خلينا نبدله شوية هي كان طيب حاجة اخرى بربي ماش حاجة هيك اه شي هيك اه شي معناها مصلي نعمل جيج جيجا هيك مصلي عمل عشال هيك شي يتعلق كوفريت وكل شي قال لي لا 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 تقس نعم هو شمتع مصلي عملي وحاصيل وكان ريتو كيفاش قاعد يتخيل فيه معنا كيفاش يقول لي فلفل مقلي و وحمص و نتفرش هيك اضحك معنا كنت عارفون متعلي يعني من برنق السيدكو بها كايا نحبو عالخل عصيلو كيفاش راجل رعيم الجان يحب المقارونة بالسوس راجل هيك اكي كمع عكس قريب بدي يفسر فيه كاو بش نعمل هو شهوتو لاني حاطيتك الجيج في الفلفلينة او الحاجة بشكة تتنقع شوية بعد نحط لها شوية خل ولا قارص لاني قصيتو كبيرة كبيرة بالباهي الجيجة في العادة الجيجة نعملها على مرتين 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 حاسيتها ايكا مشالله كبيرة بش تعملي ما بش نحي منها كيفاش ترجو كل نعرش عليه سوم الجيج طلاع برشة غلية عن لخل مرتين قلوه مفهما حتى يقعد رخيص اخذيت ساشية هادومه اخي طلعه صغار على الاخر تاني هابت لكم رديو ممتع القضية وقضيكم ان شاء الله طوبالكش كنجم نعمل مرتين في الليل اه اه اضم حزير ازل عصغار السيف السيف نحط فيها في الجيش شوفوا لاني ما زال بكري تقريب اه تقريب تسعة كيك تسعة ونصف ما زال بكري يعني على الفطور وما زالنا احنا كيف ترنا شبعاني اه كنا اعمل هيك اعظم وكل شيء ما نجوعوش فيسا لاني عملت اه عملت تبخيرة عملت مسحة خفيفة للدار كنظمتها وحطيت اه حطيت البخور اليوم قلت ما دمك هراجلي قاعد ما نشبش نحرك في الدار خطره حبيت نعملك الدراس وكل شيء ان شاء الله تو اه ان شاء الله تونا اعمل وكهة ومرة اخرى ما زالت بيت لولاد ناحية لها لفروشة متاحة اه خرجت اه خرجت شوية كل الكواتات اصلوا اليوم من دنيا كما هي شكل اه ما هي شكل اه ما هي شكل اه مصخة معناها ولا تحت هي شكل تنظيفة كبيرة اه خفيفة وكهة وعندي تبشي زادة بشنطويه عايشكم على تعليقاتكم البارح والله هني قريت تعليقاتكم الكل ان شاء الله يا رب هيك يجي تقس به في وسط العطلة تعرفوا ديما العطلة ديما دينا هيك ممترة و سبحان الله ان شاء الله قلتوا نمشي اه قلتوا لي اه محمية اشكل قلتوا لي برشة را هي مسكرة عندها برشة من مرمو قلتوا لي على شو فاضى عليها لسه على فريقيا اكا هوتاوا نمشي كان هيكا نهزهم ان شاء الله الفريقيا ان شاء الله كان هيكا الراجل ارتاح النهار وبخصوص لبنات فيديو البارح على على الصالة كلكم قلتوا لي خسارتها للصالة والله اللي مناتر اني يقوت لكم في الفيديو ما هيش هين عليها الجملة جملة جملة اني 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 حطيتها غديكة اني حطيتها غديكة وين اه وين اه معناه وين ده رحمتي اه وين من انها محطوطة في بركوني فمتو بركوني ما هوش اه مهوش ما هوش مثقف معناه حتى الشمس اه هلكتها حتى الامطر فمتو عدا هاوكا تتحت غديكة خير معناه ميش هين عليها اني ان لوحها ولا حسينو تنشوف لها ان شاء الله حل اما قلت لكم حكاية التغليف بصراحة استغليتها برشا معناه قلتلي في في زوزم لين اه غالية تغليفها بصراحة تشريلي صالة جديدة و وبرشا قالولي سينين بلي بش تكون التغليف مايش بش تكون صالة مزيانة فمتو مستحيل اه هذكا عليش قلت نمشي حدو زوزم لين في حاجة وفي الاخر في الاخر نمشي مانش بش نقعد بها في الاخر نمشي نقل نشي صالة اخرى عليه او كفرد مرة وكهومة خليها كيف ما هي حتى نشوف لها حال كما قلت لكم عاش شاينيه نعرش ونعرش شنوها اله البرنية مش متعراج ليوكا قلي خليه في الوقت الحاضر غاديكا يمنعش حتى هو مش هين علي جمع ملاء ما اللي غالب كهو تنشوفو اه نشوفو شنو ربي كيتبو كهو كتب ده كيتب حاجة تون اه تون شوفها اللي غالب لاني حطيت اه بش نطيب الكوسكسي او كاش نحاول هيك نوريكم هكا كيفاش نطيبو خدبرش يقولولي صور لنا الماكلة العربي لاني حطيت اه زيت و اه حملت الفلفل بالملح اني فلفل ديبا طيب ومعناه مع مع الطنجرة خلي نحسوا يبنى الماكلة عالاخر واختيت كعبة اه كعبة طماطم وكعب قد كعبة اعظم كعبة اه كعبة طماطم نعملو في المنتج قبل ما نشرب قهوتي حصيلو اليوم عندي اه مبارشة حاجات مش نعملها ومقلت خليني المنتج قبل خدت ما نصورش كن مش نبضى للتاليفون اه قصيت كعبتين طماطم وهذه هيك بصلة قصيتها اخذت منها شطر قصيته وشطر الاخر هو كنرميه مع نرميه مع السوس يحب الراجلي اللي بصلها ككعب يعني نرميها ياكلها هذو كن بطاطا قصيتها درشني حكاية البطاطا جدلي ب3000 كيلو كل شي بعتش موجود الدجاج قلق معتش موجود البطاطا مش موجودة الحليب مش موجود حاصيلو لاني قليت القليت الفلفل بشو نخرجو قلتولي اللي بنات على القدرة والكسكيس الاخرين بعد ما استعملتها بالمدة هذية والله العظيم اه تحفونين معناه على قدسه ما تذكروا اني قد شريتها بستين ولا خمسة ستين هذي كالطنجة الحمراء ستكوني تحفونة والله وليت نستعمل فيها اكثر من طنجة هذية اني هذية طنجرتي بطبيعة حتى بالكاليتي تظهر معناه الفرق الاخرى رهيفة هذية اما هذية ريت تحت لي مش شباكت كسرت لي اليدم تاح منحيت حتى واحدة متاع قدراتي معناه كلهم استحفظ عليهم كان هذية في رمضان تحت لي مش شباكت حطيتها تستقدر في الشباكت تحت لي اما الاخرى رهي باية زيته صحيح ما يش كما هذي اما باية تكحال هذية حاجة تكحال رهيم بالقعار متاحة اه مش مشكل مهم من داخل لابسة عليها ما تشد ليش الماكلة ما تحرقش الماكلة اه تحفونة معناه على قدها اما بالواحد بشي شري منها سرفيس كامل لا مهيش اه لحقيقة مش طيارة ايه لاني لا بنت حاطيت البصل يتقلق وحاطيت الطماطم يتقلقه حاطيت الطماطم معجونة اه وحاطيت الفلفل احمر ونخليلهم يتقلق ونجد الطجاج يتقلق معهم وبعد نمرق هذه هي تقريب الطريقة باعتي اه ومن بعد حاطيت الطماطم المعجونة قليتها شوية بعد نمرقت بالمي شوفوا ساعة من قليل ساعة من مستحسن يتقلى معاك الطماطم وكل شيء اما مشكل يعني فمش فرق بهكم من الفطور خلينا نعمل كسكسي نجاو نعمل كايبا كايك هكا للعشوية باش نعمل كايك شوكولات عملتها معاكم في الصيف اذن رمسيت و اخذيتها من عند ابنت عمتي ما اللي اخذتها ما يعني كايك شوكولاتة انا عملها كن هي ولا هيك كايك خاطر ما نشمل انواع لنحبوا برشا الكايك البيضة هذيك الكايك الطبيعية معنا يحبوا لي الكايك شوكولاتة اكثر والله انجح وصفة كايك هكا ذقتها والله عملت برشا انواع وكلهم ابنانوا كل شيء هذي اكثر واحدة هكا عرفتك القط قد المكونات متاحها بالضبط حلوتها بالضبط كل شيء فيها بنين باخذيت لثاك عبية عظم رشا ملح باكو سكر فانيليا باش نركضهم توا بالركاضة سامحوني قاعد المنتج و قاعد نطيب نعم في الحاسيل كملت باش نركض توا نزيد السكر باكو نحط السكر اللي بنتخذت الكاس اللي باش نكيل بي كل شيء اضجق نصف كاس سكر اللي حلاوه يجيب بالضبط رهيب بالحق معناها بالضبط ماهيش ناقصة و ماهيش زايدة قالي يحب زايد سكر يحط اما شفتوا هذي حلوه حلوه معناه تطلع نصف كاس سكر عذبتني الركاضة والله تعرفوا طيارة طيارة مش نرمال معناها تركضلك بالباهي وكل ما فهمتش البلاسة اللي تتحط فيها الركاضة تحسها ذابت عرفتو فهمه هيك توايب كل يينوكوس والبلاصة اللي تحط فيها الركاضة عاملينها بلاستيك البلاستيك هذكا بمكثر ما اني مثل معناها نحيهوم من رجحها ومكل شيء تحسوا تهرر شوية هاي لا علينا نفس الكاس هذكا باش نحط كاس حليب ونفس الكاس زايدة باش نحط كاس زيت تحبوا زيت ناباتي تحبوا زيت ناباتي تحبوا زيت زيتونة كما تحبوا وهو صحي زيتونة خير اما نرش احنا ديما في الحلويات نحب زيت زيت العادي هاكا هاو باش نركض تول مكونات السيلة الكل نتقاط تول الفارينة بالنسبة للفارينة وقتها قالت لي حط بالعين معنا انتي يو حط بالعين نعمل اما تقريب ثلاثة كاسين ريتوا الكاس اللي اني كيلت بيه تقريب ثلاثة كاسين ونص ثلاثة كاسين ونص فارينة وعليهم الكاكا مطبيعة حتى نغرب الفارينة حتى تخرج عالية وتبدأ قطنية وحطيت باكو خميرة وبطبيعة الاخر حاجة الكاكاو اني حطيت زوز باكوات البلاتو عندي كبير شوية اذا البلاتو عندكم هكا صغير وكل حطوا واحدة خميرة الهني حطيت زوز مغارفة الكاكاو العادي هكا هيك سعيد يبدأ بالسكر وحطيت غرفة ونصف الكاكاو الغامق هذا يغمق على الاخر هذا البلاتو اخذته صبة اخذته كانت تذكره من رمضان اخذت باكو ليا و باكو الماء لتوقع منه سوف نخلط بينه وبين الكاكاو الاخر كاكاو الغامق لا يوجد بنينا بالحق لا يوجد بنينا برشا قوية نخلط بين الكاكاو الغامق وكهو نعود معكم المكونات ثلاثة كعبة عظم عليهم سكر فانيلي عليهم رشا ملح ونصف كاس سكر نخلطوهم ملح ونزيدو كاس زيت وكاس حليب وتقريب زوز كسين ونصف عرينة والكاكاو مغارف اربع مغارف كاكاو خلطوهم ملح والهني كمنا سايق لنخلط البلاتو اللي بش نحط فيه اني في بل بش نعف البلاتو الكبير هذك علي حاطيت زوز باكوة خميرة من بعد حاسيتو ونعرش حاسيتو كبير كبير ياسر اي قلت خليها الهنية باش من بعد نهزها دي ريكل للصالق عملت البلاتو متاعي بشوية زيت وحطيتو في الفور هيكا بش يسخن اذا كيتحبو البلاتو متاعكم مايلسقو الكومش ادهنوه بالزيت مستحسن زبدة مستحسن زبدة مستحسن زبدة دهنة زبدة وتحطو في الفور هذي هلا ستوز خليتها من عندما بصراحة فعالة معنى اي نوع متاعه معنى اي نوع مستحسن زبدة مستحسن زبدة وحطته في الفور بعد تخرجه تحط فيه الخليط و بعد ترجع الفور على ميو ثمانين درجة نحل عليهم اللوطة ونخليها طيب في عقلاء لاني كسكسي حاطيتو يفور اه وبش نعمل كانون اه ملا نركش قاني وبودور وصغاري له رجلي قالي اعملها امشي شريلي اه اختيك كيلو الوحدة وبش نعمل بش نعمل كانون رجلي متعليها الركشة هدية وقبل كان مغروم بالتاية ديما نعمل هكافشتي كانون ونطيب التاية تتذكروني دي جامل كورونا تتذكروا ديما ديما كانون وطيب وقهوة عربي وكل تاو ما عادش مغروم بالطيب ولا مغروم بالقهوة عديتو قالك من كيفاش من من جاء من جاء ورا قوما اصبح منهم ولا من هكاك المقولة يذيك حصير ورديتو مد من مد من قهوة يعني مد من قهوة اكثر حتى مني ايني من سينس حتى قبل كيمشي القهوة ولا حاجة ياخوتي اخضر تاو احمر تاو لا تاو قهوة ما غير ما يخما حاسي له هاوكا بش نعمل قهوة عربي على على الكانون لاني ساي الكوسكسي حضر حطيت له السوس وعندي يعني يحبوها كل شيء حرفتو لبنائته يحبو الشيء على خرولة النقص في الطماطم ونعملو شيء يعني يحبوه بالنسبة للخضرة بالرغم براوة عندي خضرة عندي السفنيريا وعندي اللقرة اما عندي يعني يحبوه يحبو بطاطا وحمص وفلفل مقلك هاو الاخر يقول لي هاداكا كوسكسي بالخضرة كي المرة اللي فاتت عملتو كيك بالخضرة عملتو بالسفنيريا كل شيء قولي هاداكا واحدو وهذا يا واحدو هذا بنتو واحدو هاوكا عملتولو كيما حابوه بطاطا وحمص هاو اني بنسبة للفحم بتاع الكوسكسي نحط اا عود قرنفل ونحط عليه فلفل اكحل وملح اا نحط شفتو كين نعملو بالجيج نرمي شوية هيكا اكل كليل هيكا مش حتى مرحي كليل ونحط وعد جيج كدوبة شوية هيكا نحسو فوحلية جيج اكا هاو ما نحطش فيها فاح خاطر الكوسكسي عويلة بكل وفاح معناه كيف يفوروه الكوسكسي يعملوا معاها كشوش ورد والقرفة والبسباس والعود قرنفل معناه يبدل طعم الكوسكسي بنين مش تزيت تفوح امتي السوس بش يولي برشا اني قبل كنت ان كنت معناه ان فوح البنات خاصة البسباس احنا نعملوا بسباس وكل شيء نحسو ما هوش بنين فهمتو كيناكلوا عند حماتي نحسو بنين بعد اكتشفت انه الكثرة لفاح هو لي يهلكه لي الكوسكسي هكا يمتع العولة الكوسكسي الاخر العادي يقبل بالشفاح اما الكوسكسي العولة لازمتو لازمتو بالشفاح و الكوسكسي العادي الاخر معناها تتفوحوا حصيلوا ما نعملش في فاح بخلاف الفل اكحر لاني حاطينا نفطروا وهذه الكيك بعد ما سقيتها كما شفتوا بالقهوة عمت لها قهوة هذي كافتيار كاقوية وسقيتها باره عمت لربح المورة الكيك بالعكس الجيد تبدي لديها كما السقيمة كيف يستطيع فها الكيك كيف يفعل ذلك الكيك كما زيدة كمسكون لا تسقي بصراحة كيف يلي تجمو تسقيها وقت قلتلي بالقهوة العربي او قهوة كما هيك معناه تحبوا نسكافي ولا القهوة المعصورة كما تحبوا هكذا هو جيلة نوسقة لما هي نعاونك مش نهز البلاتوني نهزل القدو الكنونه كقاعد يشعل وندخلو نركشو الداخل قلنا من بعدك نعملو شو شو نحطو فيلم نتفرجو في فيلم انا كيس و رجلي كيس كيس و رجلي كيس كيس و رجلي كيس كيس و رجلي كيس وش خير من القعدة و ركشة هكا والله العظيم العز والله تركش هكا مع صغيراتك ستقوني لحظات هذو ما يقعدوا في يقعدوا في بيلم خلما هكا الواحد كل واحد في بيته ولا هما قاعدين شادين التليفون هكا حتى كين نقعدوا نتفرجو ما نحطوش حاجة احنا معناه نحبوها ولا فيلم ولا حاجة لا بصراحة معناه انسانة خوافة متجمش نتفرج علي ماذا بيه كمثال اليوم قلوا شخص كان نقعدوا نتفرجوا عليه و نكملوه خلنا نرتاح و خطروه في اربع اجزاء كمانا زوز اجزاء و وصلنا للجزء الثالث اما كيف يبدو معنا الصغار نحاول اننا نشاركوه معناه حتى في قاعداتنا حطينا فيلم هما يحبوه ترجنا برشة افليم بتاع الصغار حاصيلوه اللي معاش اش طفولتو يعيش هاتو وكهولاني بش نقص لهم كيك ما زلت ما زلت مشاهدة الشروح هذيتوه والقهوه كيف العادة هذيك تحبلها ساعة باشا باشا طيب عملت بخيرة ولادي متفهم هم مش مشتين مصيفين باش كلاسة مشتين من فوق وكلاسة مش لابسين هم متفهم متفهم شي وهذي القيوه متاعنا نبتكم ومنشهيكم عليك الريحة دي حتصال لكل قهوه وكهوه كان كون وصلت بيكم لاخر الفيديو ان شاء الله فيديو اليوم هك اعجبكم وعلى خير وبسلام موسيقى موسيقى موسيقى